الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مشاهدي قناة مدني الفضائية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا رقائق في دقائق في حديثنا إليكم في الحلقة الماضية تحدثنا عن سيدنا أبي مسلم الخولاني وفقره وإكرام الله سبحانه وتعالى له وإليكم اليوم حديثا آخر في العطف على الفقراء والتودد إليهم بما أعطانا الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الشعراني في العهود المحمدية أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرغب إخواننا أصحاب الأموال بأن يعطفوا على فقراء بلدهم ويخرجوا زكاتهم ونبين لهم مرتبة الزكاة من الدين والإيمان فربما كان المانع لهم من إخراج زكاة أموالهم جهلهم بما ورد فيها من الآيات والأخبار لقلة مجالستهم للعلماء فإذا بينا لهم مرتبة وجوب الزكاة ولم يخرجوا هجرناهم هجرناهم وجوبا لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومفهومه أي مفهوم هذه الآية أن من لم يقم الصلاة ولم يؤدي الزكاة فليس هو من إخواننا في الدين ولا يخفى حكمه فوالله لقد صارت أفعال غالب الخلق كأفعال من لا يؤمن بيوم الحساب ولا بما توعد الله عليه عباده هذا قول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى فإن من لم يكن عنده ما توعده الله عليه أو وعده من الأمور المغيبة عنه كالحاضر فإيمانه مدخول يعني إيمانه ضعيف وتأمل يا أخي ثم يقول الإمام الشعراني مبينا ذلك بمثال يقول تأمل يا أخي لو أن السلطان أوقد نارا لمانع الزكاة وقال إن لم تخرج زكاتك أحرقتك في هذه النار كيف يخرجها ولا يتوقف أبدا ولو قال له صديقه لا تخرج زكاتك لا يطيعه وذلك لشهود النار وتعذيبه بها عاجلا غير آجل فهكذا فليكن الأمر فيما توعد به الحق سبحانه وتعالى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباغهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفذكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ثم تأمل أيها المشاهد الكريم في تسمية الله تعالى إخراج الإنسان حق الله تعالى في ماله زكاة أي نمو وزيادة تعرف أن ذلك إنما هو امتحان لمن يدعي الإيمان وتصديق الله عز وجل فيما أخبر به هل يصدقه في زيادة المال إذا أخرج حق الله منه ويكون في شهوده كالزيادة أم لا يصدقه وتأمل أيضا ذلك بمثال آخر لو جلس يهودي بشكارة ذهب يعني مكان كالبيدر كما يقال فيه مجمع للذهب وقال لكل من مر عليه من المؤمنين كل من أعطى هذا الفقير درهما أعطي دهودي نارا كيف سيتزاحم الناس على إعطاء هذا الفقير لأجل زيادة العوض وقد قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وتأمل قول الله تعالى في آية أخرى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه أيها الإخوة المشاهدون الكرام هذا الترغيب في الصدقة من المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لعباده إنما هو لزيادة الإكرام لهم في الدنيا والآخرة فمن تصدق تصدق الله عليه ومن تفقد إخوانه المحتاجين تفقده الله سبحانه وتعالى بالزيادة فالأغنياء نواب عن الله سبحانه وتعالى في خدمة المؤمنين والناس من الفقراء منهم هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله مع ماله وتفقده لأحوال المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى إنه خير مسؤول وأكرم مأمول إلى هنا أيها الأحبة الكرام تنتهي هذه الحلقة لهذا اليوم نشكر لكم مشاهدتكم ومتابعتكم تابعونا على قناة مدني الفضائية في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله ومع قصة جديدة ووصية من وصايا الصالحين إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة